ايضا في شي تاني اني طبعا كان عندي فوبيا اني لما نطلح انجل المجتمع مجتازني بمراحل واني متخلف بالنسبة له 18 سنة 18 سنة كتير ايه معزول يعني فبكل اسف قيت المجتمع متخلف 100 سنة واني مقدم عندنا حوالي 12 سنة وقع خيبة امل ان صدمتك مسترش منها صدمتك جدا جدا فاني وجدت ان فيه تراجع في المجتمع اللي قيت قيت عودة الامية معنى الثقافي والمعرفي والاخري الجيال الجديدة شبهها ممسوحة القيم بصير فيها انحدار شديد جدا هدي الثمانية وثمانين ثمانية وثمانين ايه يعني مجتمع مسكين بائس يعني اكتر بؤس من نحن مرحبا بيك في دميري انا طارق الميري صاحب البودكاست في جملة عالقة في دماغي لانه من اكبر مخاوفيني قال هالي ضيف هذه الحلقة قال لي كنت خايف من حاجة واحدة بس وانا كنت محبوس انه لما نطلع المجتمع حيتقدم وانا نكون متخلف عليه 12 سنة المفاجأة اللي صارت معاها ان العكس بالضبط هو اللي صار الكاتب منصور بوشناف ضيف هذه الحلقة روائي كتب مسرحية في السبعينات بسبب هذه المسرحية اللي لم تدع لغاية الان المسرحية عنوانها عندما تحكم الجردان اتغيرت حياتها بسببها لانه سجن على خاطر هذه المسرحية تجربة السجن نفسها كانت مفصلية في تكوينه وتركيب شخصيته وفهمة للعالم لدرجة يقول انه ما نقدرش نستغنى عليها من غير تفاصيل هذه الحادثة الحوار معاه كان شيق ممتع من الطيوف اللي استمتعت بكل لحظة معاه تحكت تعلمت استمتعت بتفاصيل وطرق تفكير مختلفة جدا عن المعتاد عند روايات تحطك في عين المكان وتحللك المجتمع بطريقة سليسة جدا منها علكة ومنها الكلب الذهبي وغيرها هلبا شخصية فريدة من اكتر شي يجد بانتباهي لما نهدرز معاه شغفة بالادب مهما كان يكون بلد او التقافة يجد مجموعة لغات بالرغم انه ما سافرش الا لسويسرا لمدة 15 اليوم متحمس جدا بس قبل ما نبدو سبونسر هذه الحلقة هو هايف سبيس المكان اللي يتيحنا نصوره فيه موسم طرابلس الموسم التاسع هايف سبيس كووركينج سبيس يتيح لك مكتب او دسك تباشر فيه مشروعك ويدعم مشروعك لين توصل للنجاح اللي حاطه في بالك عندهم خدمات خاصة بمستمعين داميري لو تخش على الرابط اللي في وصف الحلقة سبونسر تاني داميري كورسات اللي هو كورس من انتاجي نيه يعلمك البودكاست من الفكرة اللي ينتاج بودكاستيك الخاص بتفاصيله في هذا الموسم في تخفيض خمسين في المية لو تخش على الرابط وتستغله لو عندك اي سؤال تقدر بطريقة مباشرة تتواصل معي على الانستجرام او التويتر مقعدش نقول اللي انا متحمس انتو واتين يلا نبدو سيد مصور كيف حالك الله خليك سلمك والصعيدة انت لو قدمت نفسك لجمهور جديد في هذه اللحظة بالذات اشنا حتقول انا شو مقول لهم انا دائما اصري يعني اني انا من صور بوشناف كاتب ليبي من بداية من طفولتي وانا يعني تخيل نفسك ككاتب يعني من الطرائف اني انا في الاني عمري حوالي عشر سنوات 1965 بعت حاول نكتب شعر فبعت لي خديجة الجهمي في مجلة المرأة في ذلك الوقت فما زال عندي ردة متاحها الطفل منصور ابوشناف فتمنى انا راك كاتبا فمن تلك الفترة الحقيقة لقضية اني كاتب يعني ترسقت عندي ولذلك انا اعتبر نفسي بدأت مبكرا مشروعي ككاتب يعني من طفولتي طبعا شي اللي خلاني السمر هو الرعاية اللي لقيتها بالموسطة التعليمية في ذلك الوقت طبعا انا ولدت في بنوريد يعني قرية رفية بسيطة يعني انت كنت من قراء المجلة يعني اكيد نعم نعم طبعا في سننا احنا في تلك الفترة ستنات 64-65 الاخرهي كانت ما يمكن تسميتها بالتسالي قليلة جدا يعني راديو فقط يعني وبعدها يعني السينما شوية والباقي ضلت الجريدة والكتاب يعني هي الاساس هي اللي هي التسلية الوحيدة بالنسبة لنحن هيك من الطفولة يعني مبكرا وربما هذا ساهم لحد كبير في توجيه ايضا في ملاحظة مهم ان التعليم في ليبيا كان من صف رابع ابتداء انت اميتك ممحية يعني تقرأ وتكتب تماما يعني يعني صف رابع خلاص انت تقرأ وتكتب العربية تماما يعني فهذا برضو سهلنا يعني وزي ما قلت يعني يعني هناك كنت في اسرى امية يعني لا بيقرأ ولا ام تقرأ ولا لكن موسط المدرسة كانت هي المربي الاساسي وهي الموجهة الاساسي في هذا الجانب مشن خليك تركز على هذه الهوية انا كاتب انا كاتب شن اللي شن يعني إيه ايه 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 وهادي من الاشياء الغريبة طبعا اه انا طبعا انتقالي من اه انتقالي من بنوليد المسوراتهم بيقى الى بيقى الاخرى الى بيقى اخرى انا اعتقد انه كان فيه رغبة كياني نبي يكون المسنجر الرسول بتاع البيئة اللي جاي منها كي يقدم بشكل او باخر ايضا انت لما تأتي من بيئة الى بيئة اخرى تحس ان المحيط اللي حولك بيعرف انت شنو وانت كيف وايضا فيه نوع حتى من تقليل الاهمية يعني خاصة انك انت جاي لمدينة مثلا من ريف فدائما نظرت زملائك فتحاول انت ان ان تسرد ان تعبر عن نفسك ان تقول ربما كانت الوسيلة الوحيدة هناك تقول شعر والله يعني بهذا بهذا الشكل ايضا كان كان الاعلام والجو العام في تلك الفترة كان يقدم الكتاب يقول متعلمين كرموز وكا فيه يعني فيه همية وقيمة مجتمعية بالزبط فيه قيمة مجتمعية من كنتم للذي يقرأ للذي يكتب لذي كانو ذكرتني في حوار مع الدكتور مصطفى التير من يومين ايه مش عارف له تعارفه لا كنت مجتم ايه القبة صحيح هو ذكرني عليه بس انا هو كان مجعمس في كرسيك من يومين فكان يحكيلي على المدرسين ايوه يعني زمان كان يسمو فيه شيخ لنا 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 يعني كانت حط قيمة لهذا الموضوع طبعا طبعا كان لقب الشيخ هو الأستاذ مثلا انا اتذكر انا في بداية بنوريد ما يقولوش الأستاذ والمعلم يقولو الشيخ مصراتي طبعا فيها الأستاذ تغير لقب فكان المعلم هو انا اتذكر اني اول ايضا النقطة التانية انني في الخمسة الستين لما جيت من بنوريد المصراتة ونفسه في خامس مباشرة اني ادوب جاي اخدني استاذ مسرح اسمه ابراهيم الكميلي الف تسعمية وخمستين ليضعني على خشبة المصرح في فريق المدرسة الابتدائية المركزية في مسراتة ومن تلك اللحظة لم تنقطع علاقتي بالمصرح الى حد الان وبالتالي مباشرة زي ابراهيم الكميلي قادني لوين للمصرح شنجي في المصرح اللي كنت شنجي جيت بك ليه يعني كعالم هو زي ما قلت لك انا كانت رغبة في التعبير عن الدات تقديم نفس بشكل مختلف والاخري فوجدت في هذا في هذا الستيج وهذه الخشبة يعني منصة لتقديم الدات وبدأت تتدرب في المصرح اللي استمر بعد ذلك يعني لطول حياتي لحد الان ان شاء الله على علاقة بالمصرح العلاقة بالمصرح يعني بتفتح لك عوالم كبيرة بتفتحك عليه الكتابة على الكتاب على الموسيقى على الرسم كل هذه الادوات اللي بتخش معاك في العملية المصرحية بعدها يعني في تاني اعدادي تقريبا وهكي انا كنت اتدرب على كمان سنة 68 مع عبدالله السباعي يعني فهذا برضو يعملك يعملك نقلة اخرى وهكذا وعيدها مرة ثانية ان التعليم هو القادر على صناعة الفرد وتوجيهها بشكله او باخر يعنينا لو ما لقيتش هولاي المعلمين يعني كان ممكن يكونش على شعبين لا هي يعني في المحصلة انت الدور في حلقة مش توصل الدور عليه بس بس في تشابكك مع الاخرين اذاك وانت يقدر تطور من فكيرك يعني انت المدرسة كانت مؤسسة حقيا يعني انضيف لك شي تاني غير مثلا كان وجود جمعية درسم تعلمك الرسم جمعية الموسيقى تعلمك الموسيقى على وصولها له يعني عبدالله السباعي كان يدرسني الموسيقى بمقاماتها بالنوتة بمتاحها بكل شي يعني المسرح بنفس الطريقة ايضا كان في مكتبة في المدرسة مكتبة للكتب العامة وكنا نحن مجبرين واجب يعني لازم انت تستعير كتاب كل اسبوع وتقرأ هذا الكتاب وتلخصه لأستاذ القراءة فانت يعني كل هذه الجونب التقافية تم كان في جمعية علمية للي عندهم يعني التجارب الكيميائي والاخره هذا من المتمل ابتدائي ويستمر العددية ثم الثانوية ثم الجاع الاخره يعني فكان اعتقد ان اللي كوننا احنا ثقافيا كونتنا المدرسة يعني صحيح لما نقول تجربة يعني دي من حاول ندور التجارب الصعبة يعني اللي هي استثنائية للغاية اللي هي دارت لك نقلة في الفهم اي اي او اي صحيح فتحت لك القدرة انك انت تفهم نفسك انت منه بحكم تجاوز هذه المحنة اي والله هذه هي ممكن النقلة النقلة يعني الكبيرة والمهمة بس يعني هذاك الوقت اني كاتب وانا دخلت مبكرا طبعا يعني دخلت عمري 20 سنة في اي سنة في يعني الـ 75 بديت خش سجون يعني احكي قصة هي اكيد يعني اي طبعا هي قصة فانا كاتب مسرح انا اكتب مسرح انا طبعا اكتب مسرح من الاعدادية اكتبت المسرح وكنا وانا في ثالث اعدادي عملنا فرقة في نادي الاهلي مسرحات كنت انا كاتب عن المسرح وايضا المسرح المدرسي اه في الاولى ثانوي وانا في الاولى ثانوي اكتبت مسرحية يا ربو الليبيين كلهم تقريبا عندما تحكم الجردان هذين اكتبت سنة 1971 تقريبا واثنين واثنين كنت تشوف المستقبل ولا كيف اه يبدو لي فاكتبت هذه المسرحية وقعدت لم تنفذ طبعا قعدت كنص يعني في ال 75 اخذها انا اكتبت المسرحات طبعا وداربع سابين انا ارى خمس سابين وداربع سابين ومشيت لبنغازي في الجامعة سنة اولى فاخذها المسرح العربي في بنغازي وبدو يبورف عليها ويجهز فيها للعروض وهي جاهزة للعرب ونزل علناتها في وسط المدينة عندما تحكم موجودان تفجرت احداث الطلبة سابين وسمى بالسابع من ابريل قبلها طبعا ايوه في يناير بعد العرض لا لم تعرض لم تعرض اللي لافيتتها وهذه المسرحية لم تعرض اللي لافيتم تحي لحد دلات ولم انشرها ناير استاذ منصور بلك احنا عايشين فيها المسرحية ايه طبعا هادي من الشيات ضريفة بعد فبراير بعد تورد فبراير فكتب محمد لصفر قال لو لو عرضنا عندما تحكم مجردان شين بيصير في في مصر بشنا فوكش ما ارش اش اش فالمهم مع الاحداث والاخره التفتت السلطة لهذه المسرحية وبعدين صارت احداث طلبية واعتقلت هنا يعني اعتقلت كاتب مسرحي وكطالب طبعا و يعني امضيت حوالي 12 سنة تقريبا يعني نسميه ثلاثة لسانس يعني قدت اربعة في الكوافية اربعة في الحصان الاسود اربعة في بوسليم تاني واحد وين اه تاني سجن وين الحصان الاسود اللي بنع مسليني اه اللي كان في بابا والشير بابا والشير اه بورتا بنيتو كان يقولوا لك اه اه وفتتحنا بوسليم كان جديد يا دو قاعد طازها يعني تجربة بس فهذه يقصر التجارب ممكن اللي حفرت فيني محفرش فيه ككاتب احفرت انا زي ما قلت انت انبكري هي كان اترها على الاستبطانة الذاتي على فهم الدات ايضا على القراءة الكويسة طبعا اه على اقل اربعة سنين الكويف انا قرأت جيدا يعني اه يعني اتهيالي اني قريت كويس يعني حاولت نقره كويس حاولت نقر منظم طبعا في مسألة مهمة وهي اني اقرأ بلغة جنبية انجليزية يعني فاوكي ففتحت لي افاق اخرى استاذ بس لو نوسع اكتر حسب فهمك شن استفز النظام في المسرحية طبعا هم اللي لفتوا نظر النظام المسرحية غير الاعلان ان احد الاعلان الكبيرة مكتوب علي عندما تحكم الجردان فالطلب دين تحتها في المظاهرات في ليبيا وطبعا هي كانت هي كانت النص يعني كان يشير بشكل باخر هي الحدوث المسرحية هي حدوث موسى وفرعون يعني فكان هذا الجرد الاكبر العراف ينبيع بان في الطفل سيولد ونهايتك ستكون على يد هذا الطفل فكيف سيعالج الفرعون هذه القصة بقتل كل الاطفال أي الطفل يولد قلت له فهو يقود حملة في مملكته كاملة على قتل الاطفال يعني فتمشي المسرحية عمليات تصفية للاطفال الآن وأنا كبير نقرأ فيها أن هي قتل المستقبل يعني وأيضا ربما كنا في تلك الفترة عندنا احساس بأن نحنا كجيل طالع نحنا نتبح بشكل أو بآخر يعني على هذا النحو يعني كانت فمسرحية طبعا صادمة بالنسبة للنظام ربما أنا ما كنتش عايها بنفس معايها الآن يعني قصتنا احنا يكالبين ما تغيرت شرب يعني صعبة صعبة طبعا أنا في حاجة ثانية في عامل ثاني من نفس النوع يعني بعد طلعت من السجن 88 بعد خروجي بحوالي ثلاث شهور أنا كتبت مسرحية اسمها الارث هي مش الارث هي التركة الليجاسي فالمهم في هذه المسرحية تبدأ بخروج سجين أصبح كان متزوج عقد لم يدخل بها أصبح سبعية ثلاثة وسبعين ثمانية وثمانية ثلاثة وثمانية آي عقد هل يطرع فيهم السجين الليبي أفرجان هم فهذا السجين يعود إلى بيته وإلى زوج اللي لم يدخل بها من قبل ويدخل بها ويعيش معها كويس ثلاثة عربع أيام فربع يوم يكتشف أنها كانت بلي بكارة يعني فيتغير ينسى كل شيء ويتمسك بقضية البكارة يعني في خيانة وينسى همه والمعاناة فالمهم تنتهي المسرحية بأن هذا هذا الخارج من السجن يرش يقتل الزوجة يرش البنزين في البيت ويحرق البيت بعدين أنا شفت بعد فبراير أنا ارتعبت من هذا العمل يعني جزو مننا بكل أسف ساهم في حرق هذا البيت عن جد فالفن عند يعني يعني ما يعرفش أنت في تنبوهات تتمنى ما تنبأش بها جدا جدا تصدمك طوالا فيما بعد يعني يعني فهذا وأيضا فهذا الأعمال هذا العمل للجردان قادت للسجن هي وعمل ثاني اسمها تدخل الحكايات فقادت للسجن السجن كان تجربة طبعا ما نقوله هو تجربة صعبة جدا يعني ومؤثرة وتترك شروق شنية تفاصيل تتكر اليوم الأول في النص تتكر مرح العام طبعا يعني ممكن أتتكر بتفاصيل يعني 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 من بداية بداية اعتقالي يعني في الجامعة إلى إلى أنا اعتقلني ضابط أمن داخلي هذاك الوقت والمخابرات كان في فوكسفاقين أخذني فوكسفاقين وكنتني مستعير كتاب اسمه سايهبوكي غزالة لملك حداد ملك حداد كاتب مغربي يكتب الفرنسية طبعا مترجم فأخذوني للأمن فالأمن واحد منهم مضباط شاعر يكتب شاعر غناي والآخره فقال لي في منهم فنانين ايه طبعا فأخذي الكتاب مني وارسلني لل نحن نسميه الصلاح خان الحر الجمهوري دي مع عسكر تعديب طبعا طول ايه فأخذوني هناك واستقبلني عبدالله سنوسي كان ملازم أول صغير يعني واحسن اشكال كان أكبر منه وبدأت حفلات آه بوشناف عندما تحكم الجردان طبعا وإلى آخره بدأت حفلات التعديب طبعا يعني ومن هديك اللي انطلقت رحلة التعديب اليومي طبعا المشاهد اللي في الصلاح خان هدي أشياء مهولة يعني يعني تذكر مثلا الشهيد عمر دبوب عمر دبوب هذا كان أول ليبي مع محمد بن سعود يشنق في الميدان بعد حفلات موسي الليني في شنق يعني الليبيين اللي مشهدوا شنق في الشوارع من أيام ميدان الشهداء اللي دروه الطليان هنا والله في سلوق العمر المختار إلا أول قضية كانت قضية نحنين الطلبة ست سبعين وكان عمر دبوب ومحمد بن سعود تم تعليقها محوالي ثمان ساعات في الميدان في بنغازي ست وسبعين سبع وسبعين سبع وسبعين وعتقلنا ست وسبعين ثم شنق في السبع وسبعين برضو بسبب كتب روايات لا عدما كانوا أعضاء في حركة طلابية مظاهرات وإلى خير فالمهم الكثير من التفاصيل يعني ابتدت بالتعذيب يعني ثم استمرت وهكذا يعني بعدها محكمة وبعدها حكم وبعدها سجون متنوعة يعني يعني ولا من الأشياء الغريبة أن المعمار يسوء في السجون يعني يعني معمار مسليني كويس الحصان الحصان الأسود والله يفيه إنسانية يعني الجدران العريضة بحيط الرطوبة يعني الحرارة والبرودة متحسش بها الشبابيك كويسة يعني يعني هندسيا يعني فيه إنسانية العد ما الحكاية محسوبة يعني بالضبط كويس يعني الكوافية برضو متاع اللي بنها الملك الدريس طبعا أفضل قليلا طبعا أسوأ مع مارت خيلة هو ومعادي وحقير هو بوسليم اللي بناه في فترة سبتمبر ما صارش عليه تجديدة لأنني خشيت له متأخر يعني بوسليم بوسليم قعزي هو فتح بالأربعة المانية جديدة وهو عبارة عن يعني يعني ما فيش أي ظروف يعني غير مناسب حتى الحياة البشرية العادية يعني أبسط المطلبة وكان أسواها فأنت شوف التراجع في ليبيا يعني تحس حتى في هذا المعمر حتى في السجون في فرق يعني كل تدهور آه كل شيء تدهور بما في ذلك المعمر متاع السجون فكل هذه التجربة العويصة أكيد خلفت في كإنسان وككاتب يعني أنا ما زلت نخاف من أي بوليس يعني أي بوليس يبوابا أنا ما زال عندي فوبيا المطارات يعني إنه بيقولي لو سمحت خمس دقائق يعني فإلى حد الآن قاعدة يعني فتتجربة تدير كبيرة بس الأصعب يعني أتوقع يعني إنه بش الواحد يقدر يعيش الأيام هذه أنا أتوقع كل يوم أحس بتأطول من الأيام اللي بره ما هيش قدرة التحمل فقط أو هيمان يعني هتوقع هي نوع من أنك يعني تحط في بالك قدرة أنك تصنع نوع من الأمل أو سبب لك أنت بش تشوف الجدام أكيد هادي نقولك حاجة عن تجربة يعني أي سجين عنده أنه بيطلع بكرة لما تغيب الأحساس هذا إشانك روح مباشرة فلن تجي أنا من الطرائف طبعا من الطرائف لما حولونا من المعسكر التعديب حطونا في سجل الكويفية سجل الكويفية في زنزانة متاعها فزنزانة بارز يعني عرفت قطبان مفتوح على بعضها فكان مقابل هنا واحد مصري محكوم بالإعدام مجرم عادي فهذا المصري كاتب قصيدة ما بعد السجن يعني مقتن أنه حيروح هو أول يعني شفت كم حالة السجين عندما يفقد أنه ليس سيطلع سينتحر سينتحر يعني وصير حدث انتحار طبعا كثيرة يعني فمن هنا فدائما ديما في أمل أنه يطالع ويتجدد هذا الأمل يوميا رغم كل السوء رغم كل يعني فظل دائما هذا مرافق لنا أيضا في شيء تاني في المقاومة بالنسبة لني كانت القراءة المعرفة لآخره هذه أساسية طبعا في ميزة مهمة على أقل في الكويف نحن إلى حد كبير كان عندنا كتب ونقر ويجيبوننا في كتب مسموح هل بطريقة منتظمة ولا لا منتظمة يجيبوننا يعني مثلا احنا زملانا في الجامعة كانوا يستعلينا من مكتبة الجامعة مكتبة الجامعة في بنغازي كانت مكتبة هائلة يعني في حوالي 2 مليون عنوان في ذلك الوقت وما فيهاش ممنوعات زي ما في السوق الليبي فكاننا يزودونا يجيبون لك استعيروك كتاب اسبوع لي تقرأ فقرأنا يعني يعني أنا أتذكر من الأشياء اللطيفة اللي دي من حب نذكرها أني أنا كنت في الكويف في 78 تقريبا صدرت روتس الجدور متاع الزنوج هالي الفيلم لا هي الرواية رواية كبل ايه لكسالي فبعد ممكن شعر من صدورها كانت عندي كنت نقرأ فيها في لأن أصدقان وزملانا في في أمريكا يعني أي فيه تواصل يعني فكانت فيها فكانت سند مهم جدا بالنسبة أيضا الكتابة يعني كان عدد كبير مننا يكتب يعني ووصل لعمل صحافة داخل الأقسام يعني صحافة طبعا تكتب على السلبر اللي ورقم تاع السجاير يعني كتبت حوالي مسرحيتين في السجن طبعا على السلبر هذا هر بوتنين تقريبا وعندي أعمال عندي رواية ضاعة طبعا بدأت في كتابتها وضاعت فكان فيها شغل أيضا المناخ العام لأنك أنت في وسط إلى حد ما كويس تقافيا يعني فغالي بتسجن هو عبر عن نقاشات ندوات محاورات إلى آخره طبعا لا تنسى لتهم من جانب تاني العذابات اليومية الأخرى متاع فقدان العائلة فقدان الحياة فقدان إلى آخره فبالنسبة نحن نفتح الكتاب هي طلعة يعني كأنك أنت يعني أوكي أنا نفتح رواية فرنسية أنا طلع البريس أنا فتح لشارلز ديكنس والآخرهم أنا طلع طالما متحط لطة وتشوف الواقع تعيش في هذه كلمة وربما كانت ولهذا تلقي الرواية الأكتر يعني الأكتر شعبية عند المساجين لأنها لأنها بتفتح لك أفاق بتعيش مع شخصيات بتحطك في مناخ يعني آخر فهذه كانت تفتح لك أيضا الراديو الراديو أنا مش هتصدق يعني أنا 12 سنة عندي راديو ما حولتاش على البي بي سي والد الإنجليزية طبعا يعني كنت بمعدل أسبوعي كل سبت تقدم للبي بي سي الإنجليزية play of the week مسرحية الأسبوع مسرحية كل أسبوع فأني كيني يعني عايش ومسرحية عالمية يعني من الهند من الصين من الآخره فكنت متابع أول بأول للمسرح الطريف طبعا إن ممكن من الشياء الغريبة عندنا صديقنا الدكتور محمود المفتي كان سجين 73 قبلنا زورتها إنجليزية كانت في ذلك الوقت فأنا أتذكر أن أنا شخصية تحصلنا على مئة تعامل عزلة متاع مركز 1970 بالإنجليزية يعني 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 مو كونلاند العرب في الثمانينات والثمانينات والثمانينات فكان فيه يعني فيها يعني اللي بنحكي إن بالمعرف وبالتقافة بإمكانك أن تكسر هذه هذه العزة هذه الجدران وتتجاوزها يعني يعني بالفحم على أي كرتون رقعة شطرانج يصنعوا من اللب الخبزة من وسط الخبزة عجين ويديروا القلعة وكل القطع ويلعب ويديروا في دوريات دوريات كاملة يعني وفي لي في الكارطة طبعا وفي لي كل واحد هل أترد فيه يعني نمط حياتك بعد ما طلعت يمكن هذا سؤال الجنب بس يمكن توست أذكرت إن في لحظة مهمة هي قلبت صفحة اليوم اللي تعرفت فيه إنك حتى طلع كيف تلقيت الخبر وشنا أول حاجة درتها وانت طالع وإحنا بلغونا الطلوع قبل بيومين تقريبا فكانوا يجهزوا فينا يعني بلغونا إنه رفع للواقع ما دروهاش قبل لأنه كانت في حفلة كبيرة وأعلن هو أن يطلق أصبح مجموعة آه في طريفة في طرفة آه أنت طلعت في أصبح الصبح ونفسها آه الصبح أوكي أوكي فأني حبستي بدت بأصبح الصبح وانتهت بأصبح الصبح هو نفس الصبح بس لا 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 أقول لك اللغنية نفسها فإحنا لما شدونا في 76 في المعسكر متاع التعديم في بنغازي فأعتقلوا معنا صديق سوداني اسمه بابكر حامد هو الآن مدير تحرير الرأي القطرية الجريدة كان يقرأ في قانون في بنغازي ويخدم في البريقة السوداني طبعا وهو طويل وجميل فكان فكان ينوت في الصبح في الزنزانة يعني شد في الكو القطبون ويقول أصبح الصبح يغني في هذه الاغنية فبدأت الحبسة متاعنا بها بهذه الاغنية تجي في 88 ويطلق نظام شعار أصبح الصبح يقول يبت فبدأت الحبسة بأصبح الصبح وانتهت بقصيدة محمد فتوري ومحمد وردي وغني يتصبح الصبح فهذه فإحنا بلغونا قبلها بيوميا وبدأوا يجهزوا فينا وانه بيتم الاطلاق صراحكم والآخرين أوكي فأنا أتذكر أول سلوك طبعا الجماعة اللي هاد يضم في حاجاتها بيطلع ويبي يطلع أنا طبعا كانت بالعكس يعني كان ما طلعت شي من السجن عندي راديو لرفيق يا ضاكي ضربت على حياتك صرفة واطلع منبيش أي شي ولا ذكرى يربطني بهذا بهذه المرحلة المرعبة يعني حتى بعض الأعمال اللي كتبها هربوها أصديقات تانيا من عندها مش ما هربتها شي قررت أنك تبي تمسح الفترة هذه وانه منبيش أن كن عندي بها يعني نبي نطلع منها فهمتني وأعتقد أن فيها جانب إيجابي لأن أنا أزعم بأن أنا قدرت نتفاعل مع الحياة بسرعة يعني مش بال في اللي عانى صعوبات التكيف وإلى آخر ما قاعدتش سجين المرحلة بعد السجن أيضا في شي ثاني أني طبعا كان عندي فوبيا أني لما نطلح نجد المجتمع مجتازني بمراحل وأني متخلف بالنسبة لها 12 سنة 12 سنة كتير إيه معزول يعني فبكل آسف جيت المجتمع متخلف 100 سنة وإن مقدم عندنا حوالي 12 سنة يعني أصلا يعني شلي كان موجود وإنت 12 سنة لقيت يعني إيه لقيت عودة الأمية أمية معناها الثقافي والمعرفي والآخر الجيال الجديدة شبه ممسوحة القيم صير فيها انحدار شديد جدا هدي 88 88 يعني مجتمع مسكين بائس يعني أكتر بائس من نحن يعني 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 أنت خشيت وسيبت فترة حلوة رفاية يعني يعني كان الجين الزصلي بين دينار ونص يعني فرزاتشي بخمسة جنية فأنت يعني رجعنا لدينا يعني بلد خالية من كل السلع خراب طبعا سيارات مكسرة مباني منهارة موضع مزري يعني فهمتني بلد خارجة من الحرب أو لم تخرج حتى من الحرب يعني تفاصيل هذي وانت طالع أو ما طالع بالزبط يعني قبل لنطلع أنا ممكن بسنتين أنا كنت عندي أسناني في المشكلة تسوّج وهذي فأني عملت ضراب على الطعام باش طلعوني لطبيب الأسنان يوم طالعوني من بوسليم لشارع الجمهورية كانت في عيادة وحيدة حكومية في شارع الجمهورية مسكر البلاد مدينة بالكامل لفي محلات تجارة مسكرة كانت مقفلة ثمانية على يميني يحرص مسلح وعلى يساري يحرص مسلح ووراء سيارة فيهم مسلحين يحرصوا فيهم ما سرحيتك تخوف يعني لشن بسط المهم ما خدوني من بوسليم إلى عند الشارع الجمهورية عيادة الأسنان يقيت قدام العيادة يبدو اللي بيين كل ما يعالجوا في نفس هذه العيادة أظلني ألف واحد في الشارع طوابير زحمة يعني ما فيش غيرها يبدو هكي فطبعا زحمة رهيبة فأنا نزلت طبعا زيئي زعيم كما يقال الحرص يمتعي يفضيلي في الطريق افسع حول 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 فطبعا الناس اللي واقفة تخيلوا نيها شخصية مهمة إلا نشاف هلت لمشات فدخلت للدكتور كان أعتقد كان بولندي فقلت لنيها بالإنجليزي قلت لني رأي سيجين سياسي والآخر فهو مسكين تعاطف معي ما عرف كيف يخدمني قال لي بعد ما عالجني قال شننعطيك وطلعتين البيرو أعطاني البيرو والكراس متى رشيد تات قال لي هيك حطت في جبك طبعا حطت في جبك روان طبعا انت احنا نكتب على مش على الورق على السيلفر متاع السقائق فأنا طالع في بوسليم شفت سيارات محركاتا بدون كوفن ويجربوا والله شفت سيارات بدون جزاز من وراد اللي لهم نايله مش معقولة في ليبيا يعني لما دخلنا احنا كانت حاجة عالم آخر فصدمت بأن البلد انهيار رهيب و يعني منظر من أسوأ ممكن الدول الفقيرة في العالم يعني فقر و و كناسة وعالم يعني يعني خراب يعني خراب حقيقي يعني ف لما طلعت كان عندي صورة ولقيتها أسوأ طبعا هذا شفت من بره الدكور العام لكن الشخصية لما طلعت البني آدم طبعا لقيت الخراب العظيم في الإنسان يعني يعني من لافت من الأشياء اللي فتنظري لما طلعنا بعدين كانت فيه الانتفاضة بتاع الفلسطينيين فعندي ابناء أختي صغار يعني شباب فأنا خارج أنا أنا كنت سجين وأنا النصير للقضية الفلسطينية وأنا متعاطم على انتفاضة والآخر فيتهمني الانتفاضة ينتابع في الانتفاضة من الأشياء اللي حطها أن هذا الجيل الجديد اللي لقيتها مني في ليبيا ما يتابعوش في قضية الانتفاضة يقول يشوف يا عم الجينز متاحها مصلي يشوف التصور كان مركز عليه ملابس الفلسطينيين ما معناه رغم أنهم هم بهذا الوضع لكنهم أمورهم كويسة في الوضع أحسن أمورهم أحسن في الصدمات الرهيبة يشوف لعند وين وصل ممكن يعني في نظر وصف يعني ممكن غير صحيح بس هل لو ركزت عليها انت تحس السجن أنقذك انت نفسك من الانحدار اللي صار للإنسان يعني ممكن مش حيعتر فيك بتاريخ كبيرة بس انت حتكون حتتعامل مع هذا كله بالزبط صحيح حصلت راحة 12 سنة يعني نوعا ما امس مينها سويس راحنا فهي هي علي رأي محمود درويش انقذتني من الموت زنزانة فهمتني فإحنا فعلا انقذنا في جوانب معينة انقذنا السجن من هذا الخراب العظيم يعني يعني كأن صار زلزال في هذا البلد وانت فيها في صخرة سقطت عليك هي تحت انت لكن حماتك من هذا الخراب ففي هذا الجن لكن المسألة المهمة جدا اللي حمان اكتر هو وعيك وثقافتك يعني اللي انا بتأكد ان اللي ما قراش كويس يعني ما فكرش كويس ينهار يعني حتى من غيرك زيادة توقع استاذ منصور ان اللي يكتب ويكتب باستمرار طبعا هذا كان رياضة تمرين هي طبعا في اللي عندها القدرة بس مرات حالتها نفسية تستاع مع الشي قدر دي الحاجات هذه لنا مش متمكن ما يتبرنش كل يوم مش جزء من الروتينة اليومية اصلا اي اي مزبوط ففعلا هذه الجانب هذا ايضا الكتابة كانت علاج يعني الخراعة كانت علاج الرياضة علاج تخطي يعني وايضا في شيء تاني انك انت عبر هذه الرياضات وعبر الكتابة انت قاعد ذات قاعد تنمو لم تتجمد يعني لم تتصمر قاعد تنمو وتتفاعل و بس منصور علاش ما طلعتش من الزنزانة الكبيرة يعني احنا اتوقع ما تغييش الوضع كتير يعني احنا في ليبيا وانت يعني مرتبط بالتقافة يعني خارجية وممكن هادي من الاشياء انا طوال الحبس نقولهم انا بنهاجر للسويد سويد مش عارف ليش السويد بسيقع وبحيد عليهم ايه مش عارف فالمهمة لما طلعت من الحبس حسيت ان ويعني ان المجتمع مايش الحال ممكن هنين ضحقوا علينا استقبال جميل والناس تعاطف وإلى آخره وبعدين انا اتزوج طبعا و جبت طفل بعد سنتين فخلاص هل تصدق اني لما تبيل اوروبا لحد الان لا اي ما عرفاش اوروبا انا مشيت مرة واحدة لسويسرا خمسة شنو والباقي انا لا اعرف اي بلد اوروبي اي بينما انا مثلا اا 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 يعني مثلا روما والايطاليا انا اعرف تفاصيل وشبابيك عاملهم مايكل انجل ولوحات وشغل يعني انا طبعا انا خصصت في السجن سنتين لقراءة الفن التشكيلي بتاريخه واحدة موسوعات انجليزية وامريكية والاخره فاني فيه عبر الادب عبر الواحد نعرف تفاصيل في اوروبا تفاصيل تفاصيل لكني ما عرفاش عمري ما عدبت شبهها لقنا ممكن انا في حياتي انا اقرأ انجليزية وفرنسية وإيطالية ورغم ذلك انا لا تذكر ندواتها مع عشرة جانب كيف تعلمت لعبة فرتشول يعني استثمرت يعني وقتك مركز ان هذه اهداف لازم تندار ما كيف تعلمت انجليزية لا انجليزية اول حاجة انا يجي للمدرسة بتاعنا قرينا كويس طبعا انت لن تصدق ان احنا في اولى تانويين نقرو في تاجر البندقية للشكسبير باللغة الانجليزية تالتا تانويين نقرو تيلف تساتس قصة مدينتين لتشارلز ديكنز عندنا كتاب اسمال جولد الرود هدا نقرو في برادشو هم نقوية اعمال صغيرة قصة قصيرة والاخري فانا عندي انجليزية يعني الانجليزية طبعا سنوات الأولى نقرى انجليزية غالبا يعني تشكيل على رواية يعني مثلا هم نقوية جبت عمال هم نقوية كلهم وغريتا مع بعض كل على بعض طبعا انا تولعت ب جيتش لورانس الرواء الانجليزي وغريتا كاملا وهكذا فكنت نقرأ بشكل يعني شبه منظم يعني الفرنسية قرروني غريتا في الحصول سواء طبعا او في بوسليم قرروني وعلى الورق متعلا قرروني طيارين قرروا الميراج في السبعينات في فرنسا اللي حوالي عرب سنوات في يتقوم الانجليزي يعني تديروا مع بعضكم في بزنس نعلمك فرنسا وتعلم انجليزي تتقرأ كتاب في مقايضات ايضا 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 واليطالية برضو قررنا ناس واحد رجل اول حاجة زميلي كان قرر اليطالية هو صغير قررنا بعدين تفتعت ايضا في حاجة تانية ما كناش نقروا باش نحكوا بها باش نقروا ونفهموا بس وفي قراءتين راي انت تقرأ باش تهدرز وتقرأ باش نقرأ كتاب يعني ممكن منحكيش معاي انجليزي يعني فاني مثلا فاركس على الكتابات يعني مثلا اني قاعد ندرب ترجمة مثلا خليط الولد من دسيل هم نقوي الشيخ والبحر اول تجربة في الترجمة فانترجم الصفحة ونرجحها عند مونير بعلبكي مترجمها فكأنه مشرف علي مونير بعلبكي بعدين في الفرنسية قريت لطرونجيل الغريبة متاع البركامون ونرجح في الترجمة العربية وهكذا الايطالية قريت بديت في رواية لفيت انتريوري الحياة سابق داخلية لالبرتو مرافيا وهي اخر عمالة والعمل المهم ولم يترجموه العرب لو منه يتناول شين اسمها مرتين لفيت انتريوري هيا سابقة هذا العمل يتناول بريقاتي روس الالوي الحمراء العمليات الارهابية اللي في الاخرى اللي في ايطاليا السبعينات المنظمات المتطرفة والتفجيرات والخطف والقتل وايضا يربطها الاخر بجان دارك والبعد الديني والاخره فيعطيها هذا الجانب فيعني احنا ما نعيش هنا في المنطقة في هذه الفترة فهذا اللغات فتحت النعوات وايضا كان الاسرار مهم جدا والراديو نسمع مسرحية نسمع قصة قصيرة في البي بي سي كل هذي بي بي سي مثلا عندهم رياجروا فصل من الرواية يومي عندهم برنامج قصة قصيرة عندهم برنامج زوز مسرحيات في الأسبوع روما إدعى إيطالية نفس الشي عندها المسرحية وعنده فرنسونتير نفس الطريقة فهذا في الراديو كان يعني متاح زدمت بالمشكلة والوضع اللي توقعت ملكتاش بس هل تعاملك معه كان بالرواية مثلا رواية علك أو أزلت نفسك باش تنقض نفسك يعني كيف تعملت مع المشكلة قطعت عاميا فقط بعد طلعت يعني عن الحياة بعدين عدت مسرح أنا قبل كتبت يعني أنا لأعلمك بعد طلعت من السجن كتبت حوالي تنفذوا حوالي عشر مسرحيات يعني حوالي عشر عمال مسرحية شو المواضيع يعني أنا أول عمل كتبت بعد طلعت زي ما قلت في الإرث هدا لم ينفذ هذي لحد الهات بعدين كتبت حاجة اسمها حكايات ليبية عن من قصص أصلا أطفال الصادق النيهوم قدرت لهم اعداد المسرح وبعدين كتبت جالو حتى هي من قصف الصادق النيهوم قدرت لها اعداد المسرح وبعدين كتبت كلام نسوين كتبت التوقف وكل كان يتمحر حول القضية القمع السياسي التاني القمع الاجتماعي للمرأة والآخره نفس القضايا متاع يعني 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 ضلا هكي يعني كيف شان التغيير اللي ترسمع بين قبل وبعد السجن من ناحية القلم بتاعك أو تركيز المواضيع لا طبعا في تغير كبير طبعا يعني ربما مش في القيمة الأخلاقية والله في الفكرة في التناول في الأدوات طبعا يعني يعني ممكن هذا عندي أساسي الأدوات لأن هو من بأن مش مهم شن تقول في الأدب كيف تقولها يعني يعني فأني تطويري الأدواتي الفنية ومحاولتي لخلق الشكليني الخاص لوقتي أناي الخاص يعني هذه كانت معركتي الأساسية لكن القضيانة ظلت أناي ولدي العالم الثالث ظلت قضايي هذا القمع السياسي هذا الحرية مشروع النهضة فهمتني كل هذه الأسياء الأشياء الجوهرية الأساسية بالنسبة لي كانت ومازالت وفضل أيضا في شيء مهم بالنسبة لي أناي أناي قضية الكيان الليبي طبعا هذا هذا المسألة وأنا قد لا تصدق أن هذا الموضوع بالنسبة لي وظل معاي وأنا في الأعدادية قرأت كتاب لمصطفى بازاما اسمه ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية وأنا طفل في الأعدادية يعني هذا الكتاب سحرني طبعا يعني يحكي عن عربات الجرمنت عن التحنيط في ليبيا عن الهرامات الليبية فقعد هذا الموضوع شاغلي وكان مشروعي البحث عن هذا الكيان في الفن وفي التاريخ وإلى آخره ولذلك أناي مشيت عشر ألاف كيلو في الصحراء الليبية تجولت طبعا نشتغل ديكيمنترين نشتغلت باتايقي مجي أي طبعا نتنقل بالسيارة يعني أناي أناي مشيت أناي قعدت في الأكاكس مع موري مكتشف اللوحات ما قبل التاريخ حوالي شعرين مشيت عشر مرة يعني طفت ليبيا بالكامل كل ما وقحها تتبع التطور الأهرامات في ليبيا التحنيط في ليبيا اشتغلت على كل هذه المواضيع وتنقلت من أقصى غرب ليبيا إلى أقصى جنوبها إلى أقصى شرقة ربما المنطقة الوحيدة مشتلاش المثلة اللي بين ليبيا والسودان بس والباقي طبعا وكشفت أن ليبيا قارة مهولة يعني قارة من الحضارات يعني شيء مذهل يعني وبكل أسف احنا لا نعرف ولا نعي فكان واحدة من همومي أن أنه لو نقدر نربط أو نقدر هذا المواطن يعي من هي ليبيا يعني ليبيا ليس صندوق رمل زي ما يقوله ليبيا يعني شيء مهول يعني مذهل يعني يعني مش يقل من أربع خمس حضارات شري من التجارب اللي قعدت معك حاجة اللي شفتها لحظات اللي عشتها يعني طبعا وفي شيء مهم أني أنا أنا هنمشي لي أماكن محددة يعني بتوكعة تفعج فترة طبعا أكيد يعني أنا مثلا أنا أنا طبعا كان عندي أول 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 تجربة لي كانت الاكتشاف لوحات ما قبل التاريخي وهي أقدم لوحات في العالم طبعا يعني في الأكاكوس في الجنوب الليبي وقعدت مع مكتشفها بروفيسور موري بروفيسور موري هذا إيطالي عالم أثار يشتغل على هذه اللوحات من الأربعينات وأنها عمالة وكتشفاتها فيها في التسعينات وهو مكتشف الممياء الليبية والمهجاج وهو أقدم ممياء في العالم خمسة الاف وخمسمائة سنة وهي أقدم من الممياء المصرية بألفين سنة هذه في جنوب غات يعني اكتشفت في الأربعينات وفكانت أنا اكتشفت ليبيا كيان متجدر في التاريخ يعني بعدين طبعاً أنا أوافق موري بأن الحضارة الفرعونية نشأت في الشمال الأفريقي وبعد الجفاف رحلوا هؤلاء الناس بقيمة من الحضارية ومشوهوا المصر عن النيل والتوجد ووصلت للأهرامات لذلك أنا تبعت الأهرامات مثلاً الأهرامات يبدوا في سرق صغيرات ثم تكبر قليلاً في جرمة ثم تصل مجدها الكبير في مصر وهكذا يعني بس النواء الأسحس في ليبيا في هذا الشمال الأفريقي مش ليبيا الهادية الشمال كله يعني لأنه كان اسم ليبيا كله يعني فأنا دهلت بليبيا طبعاً يعني أنه والصدمة الكبيرة الليبيين لا يعرفون هذه الليبيا يعني يعني أنا ولدت في منطقة بنوليد هي أكبر متحف لنحت الليبي مش النحت الروماني في ليبيا لا نحت الليبي وهو موجود إلى حد الآن يعني أنت تجد في بنوليد مثلاً منحوتا التمثيل من القرن الثاني ميلادي لرجل يركب نخلة لرجل يصاد غزال لرجل يحرط يعني تفاصيل الحياة اليومية منحوتا وهو ليس نحت روماني ولا نحت يوناني لأن نحت الروماني في تلك الفترة القرن الثاني والرابع ميلادي كان متطور جداً وموجود في لبدة بينما هذا النحت خشن متخلف ولكنه يوصل هذا المسلات أنا مولود في منطقة تعجب المسلات موجودة إلى حد الآن طبعاً كيف هي المسلات؟ المسلات هي شواهد القبور مش قبل واحد المقبرة كاملة تلك قديرها مسلة زي الصومة عن الجامع تركها عالين ومشهورة المسلة المصرية الفرعونية اللي في باريس اللي في كونكورلي يعني أخدوها الفرنسيسو نابليونو وحطها فأنت فأني يعني ما كناش نعرف إنها دي كان كل اللي عندنا إن هؤلاء الناس اللي يحرطوا يحصدوا هدي مسخطهم ربي هدي الخرفة الشعبية يعني تروي فيها بخط فمن الأشياء اللي كانت تانية بالنسبة لي يعني غريبة إن الليبين لا يعوا هم لهذا الكيان اللي هم عايشين فيه طبعاً كل هذا اشتغلت عليه في روايات سواء في العلكة سواء في الكلب الدهب الكلب الدهب يتتناول يعني بالتحديد تحولات هذه هذه الهوية يعني مثلاً في الكلب الدهب اشتغلت يعني الرواية فن الرواية نفسها يعني فأنا كنت أطرح إن أقدم رواية في التاريخ طبعاً هي رواية الحمار الدهب إلى أبوليوس أبوليوس عاش في ترابلس ويزوج ترابلسية فهمتني وتهموه بالسحر وحاكموه في سبراتا فهذا صاحب أقدم رواية وهو جزائي للأصل طبعاً جي يقعد في ليبيا فمرتبطة بنا هذه الفن هذا الفن يعني عندنا من حصة سرد فنبنيت الكلب الدهب على سوري الكلب الدهب على الحمار الدهب بتاع أبوليوس فمحاولة لاكتشاف هذه الجذور في ليبيا نعرج شوي على طريقتك في الكتابة من زاوية كيف تبدأ وكيف تنتهي وانت باش مهتم هل همك تلقي الضوء على الحالة أو فهمها أو تخش فيها من زاوية أن تبين كل الأبعاد تركيزك على مشكلة نفسها وإجاد الحلول أو ولا حاجة من الحاجات هذه هو طبعا أنا أغرب حاجة بالنسبة لل عندما أكتب ما عنديش أي مخطط ولا عندي أي حدوتة ولا عندي أنا أبدأ بجملة يعني هاي وانا أؤمن بأن الجملة عندها طاقة وهي تولد تولد جملة والجملة وهكذا تمشي وفجأة يكتشف أن تطلع شخصيات تطلع أحداث إلى آخره تتوالد هكذا تلقائيا ربما هي يعني صبكان شخصي يعني في الله شعور متشكلة لكن أنا ما عنديش ما عنديش تيمة أو تصور قبل لمبدي في الكتابة ولذلك تلقاني أحيانا أكتب جملة ونسيب العمل يعني العلكة أنا كتبتها في التسعين ولا واحد تسعين كتبت منها صفحة وسيبتها يجي عشر سنين وبعدها رجعت لها وكملتها وهكذا يعني يعني الكلب الدهبي مشروح بديت فيها لـ 2010 وكملتها مش عارف العشرين في كم فهكذا يعني فأنا ما عنديش مخططات زي ما يقولوا يرسم في مخططات للشخصية والحدث أيضا أنا يقودني الموضوع فعلا لذلك نحاول لمب نحاول لمب الموضوع يعني هو يقودني يعني 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 مثلا حادثة معينة تفرض نفسي علي أنها جدها بعدين تقودني إلى جوانب أخرى منها فنحاول ألم بهذا بهذا الموضوع بسبعة عامة لكن هو اللي يقودني الموضوع مش هني يعني تعطينا المجال أن ياخد راحة في تفكير ويعبر مش جايب بأجندة وستراتيجية ولازم توصل للنهاية وأيضا أنا لا أكتب بالزخرة في البلاغ والآخر أنا أكتب ما يمكن تسميته بأقرب جملة تبدو أقرب للربورت الصحفي يعني كليع ناطق شرب دار شو سبب يعني أنا أؤمن بأن بأن هو هدي هدي عند الناسة من قوي في تيار اسمها البيهيفيارزم يعني السلوكية يعني وهو أن أنا ككاتب لما أكتب عن شخصية أخرى ما نبيش وش فيها من داخلي أنا داخلها يطلع لي عبر سلوكها هو منفعل طيح الكباية مثلاً هو إلى فأنا أراعب حر كما أراه في السينما فأمتني أنا أنظر له من خارجة وداخلي يصرني من خارجة من حركة في الخارج فغالباً ما خشش في منولوجة الداخل يعني مراقب كانك جانب بالضبط واللعبة بالنسبة لي هي مشاهد ومنتاج قصة بالضبط فهكذا وهذا التقنية طبعاً ممكن سيبه نكتب تقنية أخر الله هو أعلم يعني نعرف شي فأيضاً في شيء ثاني وهو وهو يعني يعني وهو يعبر عن أنه ولد مجتمع قمحي فاش يعني 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 أنا ما عندش حوار في عمالي مفيش حوار في عمالي نادر جداً يعني يبدو طبيعة المجتمع لأنه فيه ما فيش حوار فأنا يا دوب أنت تقرال يا عامل كامل ممكن تلقى حوار صغير يعني وفعلياً فيش حوار نتكلم فوق بعض نا بزبط نا كلنا كل واحد عنده مونولوج يلقي فيه كل واحد يغني في غنوت حصد السمع على جنب يعني مش مهم بزبط فما فيش سمع ملغي ملغي بزبط يعني بنوصل لتعريجة مثلاً لشخص بادي في مشوار الكتابة عايش بيها أو بيها مشابهة اللي هي بيها منفرة ما تساعدك شعر تفكير وتعبير جداً من كل السلطات وأقواهم السلطة الاجتماعية اجتماعية دينية سياسية بالصبت يعني لو أنت بتدين له survival toolkit يعني كيف كيف تنجو بجلدك وما زال تقعد تكاتب شن جند الحاجات اللي ترسمها في دهن الشخص أو البنت اللي تسمع يعني حاول تقول نفسك لا تقول آخر يعني أنا عندي هذي أول شي في الكتابة غالبية التجارب تبدي تقليداً لكاتب آخر ومعركتك أنك أنت تقول نفسك أنت مدخلقش في الآخر فأنت حاول تقول نفسك حاول يعني لكن بالنسبة للكتابة زي ما قلت أنت في مجتمع بهذا الشكل المتخلف وأعتقد أن تجربة الكتابة في ليبيا كلها تعبير عن هذا الظرف أنا أنا زمان كتبت دراسة عن مجموعة لردوان بشويش الله رحمه اسماها موجة حبل أغرناط المجموعة القصصية فأني لاحظت في عدائي المكان المعادي البطل عند يرى أن المكان معادي الحديقة معادية الغرفة معادية يعني كل هذه الجغرافية عسبي معادية وهو يصرخ دائماً ترفق بنفسك ورحل يا ردوان عند الفاخري بنفس الطريقة عند النيهوم ينظر بسخرية للمكان فالتعبير عن الاحساس بهذه البيئة الطاردة هو يعني دايداً الأدب الليبي من الستينات إلى السبعينات إلى أين أيها البدوي للكوني لا كلها كلها هو يشعر شوفوا هربة الكوني للصحراء يعني مفيش الغار يعني هذا واحد من ملامح الأدب الليبي والفن التشكيلي الليبي كلها لأن كلها فعلاً هما يشعروا بهذا الاحساس بأن هذه البيئة معادية مش حتى مش حتى قحنة والله هي معادية هي تهاجمك يعني هي تبي انت انت لاحظ في المعمار الليبي يعني المعمار اللي طالي استغلت عليها أنا في العلكة المعمار الإيطالي معمار إنساني حنون دير اللي قواس انت في الشمس على قد حالك يحضنك يحطك في الضل في المطر يحميك من المطر شوف عمارة التمانينات والتسعينات تطردك من المرش بيدي يا رجل من الرصيف تقولك حول غادي وقع فانت تحس بعدوانية هذا المعمار مش بدأ رحس بتك انت مش مهم لا وتحس ان العمارة تقولك حول غادي تدفعك يعني جدا فانت في بيئة فعلا بيئة معادية جدا اعتقد ان عليها ان يعبر عن هذه وعن هذه البيئة ايضا في شي تاني انا رجل جبان جدا يعني في الحياة العادية مناقدرش احيانا نعبر حتى رأي لكن عندما اكتب والله الغي كل السلطات لاش عريل رهو ان اكتب بمنتهى الوعد كاني ورط نفسي بعدين اقولش عملت الروح عليها حدثنا الكتابة ان يمرن نفسي على شي للرقابات ان تلغي كل الرقابات هل هذه تحس انت اللحظة انت صادق مع نفسك جدا طبعا لا حتى هي مش حتى صدق هي حتى رغبة نفسية وبيولوجية رجل عندي بلاي بنطلع فدوت يعني اطلق ارخي روحك زي ما يقول عبر عن نفسك وستجد نفسك كتابة صادقة وبعدها فليكن ما يكون يعني يعني فما يعني وبعدين في ميزة كويسة توش كتابة مثلا بتكتب تعبر نفسك غليبية ما يقروش فما تخافش فعاتمشي يعني من حدك لو قروه صار في رتف فعال مشاكل كتير ولذلك تقريبا العلكة 2008 منعت 2012 منعت هي طبعا الكلب الداهبي نفس الطريقة مجموعة زياني فتعودت يعني بعد طلعتي من السجن اول عمل لي نفس الشي تعرض لمشكلة في الرقابة بعد عملت توقف نفس الطريقة فأني ولت يعني لما ندير عمل وما يصادر نقول ما الذي يجري بصراحة ليوم الأستاذ منصور أنا بنصل للمرحلة حاس أنك تتعامل مع الواقع كما هو يعني بطريقة واقعية جدا ما فيش أحلام وردية للتغيير وغيرها بس يعني اللي بيسمع يبي يتفاول يبي حاجة من هذا النوع شن شن هو الواقع الفعلي حسب رؤيتك للمشهد الآن وحسب ما عرفتك لي من زمان هذا الواقع هذا الواقع المزري والمسيح فيها الكثير من الجوانب الإيجابية وأيضا هو هذا الواقع وهذا الزمن يتفاول يتفاول بطل وفارس رغم صغر الدور اللي ممكن تقوم به يعني فيه جوانب إيجابية تدفعك للتفاول أنا نقول لك حاجة أنا مثلا من فضائي الفبراير أنها قدمت جيل قليلين في الكتابة في الشعر في النتر في الرسم في الآخرين في الجيل متمكن أحسن مني وأحسن من جيلي يعني ناس مسيطة دواتها أيضا عندهم جرعة عالية جدا يعني هذه ناس قريت له معما قريت له معما كثير صوات أيضا من الملاحظ أن الصوت النسائي في ليبيا أقوى وأكتر جرعة من صوتنا من صوت التريس من صوت الرجال فهذه من الإيجابيات الكبيرة اللي تعطيك اللي تعطيك أمل بأن الحياة مستمرة رغم كل شي مستمرة وأني من تجربة السجن يعني وكي أنت حتطلع وحتتعبر عن نفسك وحتدير وفعلا هذا يدعو للتفاؤل يعني رغم كل الظروف ورغم كل البؤس يعني عزيزي شكرا لك